مليون وتسعون ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أعلم بقرار وزارة الداخلية المتعلق بمسألة النازحين عبر رسائل نصية وجهتها المفوضية وبحسب مصادر متابعة فإن القرار لم يصدر بسبب المشهد أمام سفارة النظام السوري في اليرزي إنما بدأ النقاش به منذ أسبوعين من قبل لجنة الوزارية المكلفة البحث في شؤون اللاجئين وتم تطرق إلى الأمر خلال جلسة مجلس الوزراء وتشير المصادر إلى أن صفة اللاجئ تنطبق على الشخص الذي حياته في بلده بخطر وبالتالي لا يمكن لمن يدخل ويخرج من وإلى سوريا أن يصنف لاجئا وتوضح المصادر أن قرار الداخلية الذي اتخذ بتنصيق مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين يضع السوري الذي يعود إلى سوريا في خانة الرعاية السوريين وفي حال كان اسمه موجودا على لائحة المفوضية كلاجئ ستقوم المفوضية بشط باسمه ويمكنه أن يدخل إلى لبنان مجددا ولكن بصفة مواطن عادي الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تمنح للنازحين إجراءات وزارة الداخلية أعقبها رد من النظام السوري تمثل بالإعلان عن فتح باب الانتخاب في سفارة النظام في اليرزي في الثالث من الشهر الجاري أمام من لم يستطع الإدلاء بصوته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة